دلوقتي مشاهدين معد موجز لهم الأخبار مع هالا شكرا شازلي التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيج موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات موسعة بقصر الاتحادية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية وخلال المباحثات استعرض الرئيس السيسي جهود مصر المكثفة للتوصل لوقف لإطلاق النار بينما استعرض الرئيس الفلسطيني مستجدات الأوضاع والعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية من جانبه عرض الرئيس السيسي الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف لإطلاق النار والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كما تم التأكيد خلال المباحثات على الدور المحوري الذي تطلع به السلطة الوطنية الفلسطينية وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتقديم الدعم للسلطة للقيم بدورها حيث شدد الرئيسان على أن القضية الفلسطينية تمر اليوم بمفترق طرق مما يتطلب من المجتمع الدولي والقوى الفاعلة التحلي بأعلى درجات المسئولية التاريخية كما أكد الرئيسان الرفض القاطع لأية مساعي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم حيث أعرب الرئيس الفلسطيني عن التقدير الكبير لدور مصر المساندي والداعم للقضية الفلسطينية أكد الرئيس السيسي الحرص على استمرار نهج مصر الداعم لجامعة الدول العربية إيمانا بدورها المحوري في العمل العربي المشترك جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت الذي حارص على التقدم بالتهنئة للرئيس السيسي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة وأوضح متحدث الرئاسة أن اللقاء تناول أهم القضايا والتحديات المطروحة على الساحة وعلى رأسها مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية وقطع غزة والجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتفعيل مسارح للدولتين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أربعة من جنوده في قطع غزة مما يرفع خسائره منذ اندلاع العدوان إلى 182 جنديا يأتي هذا فيما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة طول كرم في الضفة الغربية وذلك من محوريها الغربي والجنوبي وانتشرت في مختلف شوارعها التي تصلها بمحيط مخيم طول كرم مشيرة إلى أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية المحيطة بالمخيم ودفعت بتعزيزات إضافية وجرافات عسكرية من المحور الغربي للمدينة بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المدينة والمخيم قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتني بلينكين سيناقش في إسرائيل الجهود لضمان عودة جميع المحتجزين وأضف المتحدث أنه من الضروري الحد من تأثير النزاع على المدنيين وزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة هذا ووصل بلينكين إلى تل أبيض لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين وقال بلينكين في وقت سابق إنه سيضغط على حكومة بنامينيا تانياهو بشأن الضرورة الملحة لبذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين وللتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها قاطع عدد من المحتجين في كنيسة ساث كارولاينا بالولايات المتحدة خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وأكد بايدن أنه يتفهم حماسة المحتجين مضيفا أنه يسعى لحل الأزمة ترجمة نانسية ساث كارولاينا أعلن وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي والهلال الأحمر العراقي عن مصرع أربعة أطفال على الأقل وإصابة نحو عشرين آخرين بالاختناق جراء حريق اندلع في نطاق مستشفى للولادة بمحافظة الديوانية وأوضح وزير الصحة العراقي أن الحريق حدث خارج قاعات المستشفى مضيفا أن ذلك أدى إلى تسرب الدخان إلى داخل المستشفى لكن لم تتسرب النيران إليها قال حاكم منطقة بلغورود الروسية إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت عشرة أهداف جوية كانت تقترب من مدينة بلغورود القريبة من الحدود الأوكرانية وأضاف حاكم بلغورود أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في القصف مشيرا إلى أن القصف حطم نوافذ مبنيين سكنيين وألحق أضرارا بعدد من السيارات يلتقى المصر البورسعيدي اليوم مع المقاولون العرب على استاد بورج العرب في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس رابطة الأندية وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يواجه طلاء الجيش فريق ZFC على استاد القاهرة الدولي انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير ومصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر